تشهد الحدائق العامة في محافظة الزرقاء اقبالا متزايدا في فصل الصيف وخاصة بعد ساعة الافطار لما تشكلهم من متنفس أساسي لهم ولعائلتهم اعتاد الناس والمبادرات التطوعية في الزرقاء خلال شهر رمضان المبارك اقامت موائد افطار جماعية ونشاطات ترفيهية في الحدائق العامة كونها مساحات آمينة لهم ولعائلاتهم حبينا نعمل سهرة رمضانية ما بين الأصدقاء والأطفال اخترنا القرية الحضرية لأنه اصلا احنا عم نحاق فيه شراكة ما بيننا وبين بلدية الزرقاء وفعليا يعني احنا هذا الشيء اللي منشجعه من ثمنه بالبلدية هو انه زيادة المساحات الآمنة بمنطقة الزرقاء بمدينة الزرقاء حتى المجتمع المحلي لأنه فعلا يفتقر للمساحات الآمنة وهو بحاجة لنسبة من الترفيه نسبة من الراحة خلينا نقول بعد الافطار تزداد عداد المواطنين بشكل ملحوظ فتصبح الحدائق ممتلئة بما فيها من مرافق عامة وملاعب والعاب الأطفال القرية الحضرية فعليا احنا غير انه احنا منقف فيها افطاراتنا وفعلياتنا منرفف فيها عن حالنا للأطفال والعاب وهي اللي بتحتضننا لحتى نغطي اغلب نشاطاتنا خلال بالذات فترة شهر رمضان وباقي السنة القرية الحضرية في الزرقاء وجهة لأهالي المدينة للهروب من حر المنازل ومتنفسا لأطفالهم لما تتمتع فيه من أجواء جميلة وعائلية وتتوفر فيها جميع المرافق اللازمة نستقبل يوميا ما يقارب الخمسمائة شخص في القرية الحضرية للإفطارات فالقرية الحضرية تقدم خدمات كثيرة للأهالي منها الأمان الموجود في الحديقة المقاعد الموجودة النظافة أوضاع الحديقة جيدة جدا الحمد لله رب العالمين منقدم فيها خدمات كثيرة للمواطنين أهالي الزرقاء أضافوا للحديقة أجواء عائلية حيث تلتقي العائلات بها إلى ساعات متأخرة هربا من زحمة المدينة وحرارة صيفها محمد أبو علوان رؤية